اشتركوا في القناة والصلاة والسلام على أشرة المخلوقين وسيد الأنبياء والموصلين محمد بن عبدالي الصادق الأمين وعلى آله وصده ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الديد وبعد أيها الأحبة الكرام إن أزكى وأطياب ما نفتتح به هذا المجلس العلمي المبارك آيات من الذكر الحكيم يتلوها علينا فضيلة المقرب عبدالرحمن الوتيقي الطالب الباحث بتقوين بالصورة تفسير الخطاف الشرعي قضايا ومناهج فليس أفضل مشكوراً مأجوراً شكراً محاولاً شكراً محاولاً شكراً محاولاً شكراً محاولاً شكراً محاولاً شكراً محاولاً أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض فسنوري كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة السجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تنسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله لنفال للناس والله بكل شيء عليم في بيوتنا ذن الله أن ترفع ويزدر في اسمه ويسبح له فيها بالغدو ولا عصال رجال رجال لا تنهي امتدارته ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتان الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب ولا بصام ليجزئهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فطله ويزيدهم من فطله والله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العظيم شكر الله لأخينا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه وأن يضاعف علىه تجهة والثواب وعطي الكلمة السيدة من المؤسسة ليفسسيح هذا اللقاء بسم الله الرحمن الرحيم السرطة السامة على خير وصعيم وعلى آله وصحبه جميعا السادة للأساديدة ضيوفا كرام بداية أود أن تقدم بالشك الجزي إلى ضيوفنا كرام الذين البوتوى لحضور هذه المحاضرة أود لكم شئ بهذه المحاضرة بالولياء الأداء والعليون الإنسانية ضيوفنا نشكرهم على نتج ومعنا الصفار أغمى اهتمامتهم المتعددة وخصصوا لنا النقط الذي هو رقم ثاني وبالمناسبة أيضا وفي نفس الإطار تقدم الشوخي السادة الرحمن قشيش الذي ساهم وبادر في تنظيم هذا اللقاء الذي يدخل في الإطار البرنامج التقافي لمسلك المصر الذي يدبره أو يمشل مركبة المصر الفكر الإسلامي والجديد سترهوين دير إذن فمرحباً جميعاً فكلية الأداء فهي خلال هذه السنة منطمد كوتومتين في برنامج التقافي تقريباً ما يناهز 28 دونية ووطنية فضلاً على محاضرات وإيام دراسية وهو كذلك قمسيات ثقافية أو قراءات في كتب تمطبها مختلف الشعر أو المصرات التكوينات أو المختبرات الموجلة في المؤسسة فهذا يبين على أن الحمد لله أن الحركة الثقافية في المؤسسة فهي في تطور صحيح أن هذه الأنشطة الثقافية فهي مكلفة بالنسبة للمؤسسة يعني مكلفة مادية ولكن نتائجها فهي إيجابية فهذا هو المهم هو أن تكون هذه نتائج هذه الأنشطة إيجابية لفائدة الطلبة والأساتيبة لأن هذه الأنشطة تدخل في قطعة كويني الطلبة واحتكاب الطلبة بأولا أساتذتهم ثم بأساتذة خارج المؤسسة فهو ما يعزز الثقوين الأساسي للطلبة والهدف طبعاً هو هذا الاحتكاب وهذا التكوين ثم أنه البارحة كان لنا لقاء ربما أن بعضكم محضر لهذا اللقاء الذي هو لقاء خاص بالطلبة الذين نظموا قمسية مختلطة 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 فيها شعر قصة غناء مديح قرآن فيها المتلولة ولكن أيضاً ندخل في إطار البرنامج الطقافي للطلبة باعتبار أن الطالب هو مكوين الأساسي داخل المؤسسة فنحن ندعم كل هذه الأنشطة باعتبار أنه من حق الطالب أن يستفيد من ميزانية الكلية إذن فهذه كلها توجهات تدعمها المؤسسة ونحن نراهن على الطلبة وعلى الأساتذة من أجل تشجيع هذه المبادرات لأن الأدف الأساسي والأسماء هو أن ترقى كلية الأدب إلى المؤسسة الجامعية التي طمعاً يحتاجوا إلى مؤسسة الجامعية إلى مكانتها في المنطقة بالطبع أن هذا لا يمكن أن يتم إلا بدعم من جامعة المنسماعي والمصوص رئيس جامعة المنسماعي الذي يدعم مادياً ومهنوياً كل هذه الأنشطة فنحن أيضاً كمؤسسة وكإدارة نراهن على الجامعة ونراهن على التعيمة ونراهن على تشجيعها لأن بدون شجيع الجامعة فلا يمكن أن نقوم بأي شيء إذن فمرة أخرى أرحب وأجدد الكرحات بطلقنا الكرام ونتمنى له مقاماً طيباً داخل هذه المؤسسة فنحن رحنا إشاراتهم ورحنا إشارة الأستاذ عبد الرحمة الشيش الذي وربما أنه برمجاً طقافياً لـ سينك الماصر خلال هذه السنة في المسبوع المطويل إن شاء الله سيكون نقار مع المستدد المرد في نفس الوقت ونفس اليوم يوم الخميس ومقارد العام على الساعة العاشرة صباحا بنفس القارعة طبعا فهذا يطبع في إطار تشجيع الطلبة وحتيات الطلبة كما قلت قبل قليل مع أساتداء باحثين من موقعين سواء داخل المغرب أو خارج المغرب فشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا سيد عمي المحترم على هذه الكلمة الطيبة الترحيلية وبعد أحبة الكرام في إطار الأنشطة الثقافية التي ينظمها ماست الفكر الإسلامي ومناهج تجديد ومجموعة مناهج البحث في العلوم الإسلامية لدعم التكوينات الأساسية للطلبة الباحثين بشعبة الدراسات الإسلامية في مختلف الأسلاك يندرج تنظيم هذا اللقاء العلمي المبارك في موضوع معالم منعجية لقراءة الترحي الإسلامي واختيار هذا الموضوع ينبعث من قناعة راسخة بأهمية هذا التراث والمكانة المتميزة التي يحتلها في ذاكرة هذه الأمة وتاريخها بل وفي امتداده الطبيعي في حاضر هاونس قبلها ولا أكون مبالغا أيها الأحبة إذا قلت إن هذا التراث بأبعاده الديني والثقافي والفكرية يمثل المخزون الاستراتيجي لهذه الأمة ومعينها الذي لا ينظم وكنزها الدفين الذي لا يفنى تفزع إليه في النائبات وتلوذ فيه في المهمات إذ فيه تتبدى صورتها الحقيقية الناصعة المتألقة وتتوضح معالمها الحضارية المتميزة التي بوأتها موقع السيادة ومرتبة الصدارة والريادة في العالم القديم وما أحوجنا اليوم أيها الأحبة في هذا الظرف التاريخي الصعب الذي اشتدت فيه حدة التدافع الحضاري بينكم من العودة إلى هذا التراث والاعتصام به في مجابهة كل التحديات ولا بد في هذه العودة من هدي منهاج واضح المعالم نهتدي به في التعامل مع مخزون هذا التراث تحقيقا وتحليلا وتقويما إذ بذلك نستطيع الوقوف على عناصر القوة فيه وما تحمله من طاقة متجددة يمكن البناء والتأسيس عليها فيما نتطلع إليه من يقضة ونهوض حضاري مرتقب إن شاء الله لمدارسة هذا الموضوع يحضر معنا في هذه الجلسة العلمية المباركة علمان كبيران من أعلامنا المبرزين يحملان معا هم هذا التراث ولهما إلمام واسع لمحتوياته وجهود محمودة وأياد بيضاء في خدمته وخدمة الباحثين المعتمين به علميا ومنهجيا أحد العالمين الشيخ العلامة العالم العامر فضيلة أستاذ الدكسور الحسن العالمي حقبه الله وهو من الوجوه المعروفة المألوفة لدى العلماء والطلبة الباحثين داخل الوطن وخارجه لوفرة علمه وخصوبة فكره وغزارة إنتاجه وسداد رأيه وحسن سمته ونعجه في التربية التعليم والتكوين والوعظ والإرشاد ومهما ذكرت من مناقبه وفضائله فلم أوفيه حقا اشتغل حاليا أستاذا للحديث والفكر الإسلامي بجامعة ابن طفير بالخنيطرة ومديرا لمعهد الغرب الإسلامي بالمدينة نفسها ولهم سؤوليات ومهام علية وتربوية في كثير من المنظمات والمنتبايات والمجال العلمية للمغرب وخارجه فلله الحمد والمنى الذي أتاح لنا هذه الفرصة لمجالسته والاستفادة بالعلم وثاني العالمين الضيف العزيز الكريم العلامة المحقق المدقق فضيلة الأستاذ حسين عبد الرزاق أستاذ العلوم الشرعية من تفسير وحديث وفقه وأصول بما عادل علوم الإسلامية بتركيا له إسهامات ومشاركات علمية وازنة في عديد من المحتمرات والندوات واللقاءات العلمية بتركيا وخارجها وصدرت له عدة أبحاث ومقالات في معالجة قضايا فكرية ومنهجية مهمة فمرحبا بضيثنا العزيز حللت أهلا ونزلت سهلا ولا يفوتنا بهذه المناسبة أن نشكر إدارة المؤسسة عميدا ونوابا وموظفين على العناية الكريمة لتيسير عقد هذا اللقاء وأعطي الكلمة بداية لأستاذنا الفاضل حسين عبدالرزاق وعنوان مداخلته منهجية قراءة ترات الأئمة المحققين تفسير الإمام طبري لموذجا فليس فرقا مشكورا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده رسوله اللهم صلي على محمد وعلى آل بيته وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل بيته وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد فإني أتقدم بالشكر إلى إدارة هذه الجامعة ثم إلى إدارة كلية العلوم والآداب والعلوم الإنسانية بمكناس جامعة مولاي إسماعيل وأسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظهم وأن يجعلهم بركة على هذه المؤسسة كما أتقدم بشكر إلى السيد عميد الكلية ثم إلى الأساتذة الكرام المسؤولين عن هذه الدورة وأتقدم بشكر كذلك إلى السادة الدكاترة والطلبة والطالبات وأتقدم بالشكر إلى السيد الأستاذ الدكتور الحسن العالمي لأنه شرفني بهذه الدورة وهذه الدعوة وأسأل الله أن يجعل العلاقة بيننا تعاونا على البر والتقوى إن شاء الله كما أسأل الله سبحانه وتعالى بطبيعة الحال أن يحفظ المملكة المغربية وأن يجعلها بلد أمن وأمان وأن يجعلها بلد عدل وتقدم وحضارة وأن يحفظ هؤلاء الطلبة الكرام وأن يجعلهم منارة للعلم والعمل بإذنه فإنه المسؤول عن ذلك إن المتابعة لحركة طلاب العلم والمتابعة للمشغلين بالتراث الإسلامي يلحظ أن عددا كبيرا جدا من النساء والرجال صار يطلب العلم الشرعي وصار يخطط له ببرامج وخطط حتى يبلغ مرتبة عالية من العلم الشرعي ويحاول بدوره أن يسهم دورا في الإصلاح والعمل النافع يرى كثيرا من المواقع على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي ويرى كثيرا من الكتب والطبعات وكثيرا من الأدوات التي من شأنها أن تكون الطالب تكوينا قويا حتى يكون عندنا في كل مجال من مجالات التخصص متخصصين بارزين أو متخصصون بارزون لكن الذي ينظر نظرة ثاقبة يرى أن هذه الإمكانات لا تعادلها المخرجات فيرى قلة بل ندرة طلاب العلم النابغين المتفوقين ويرى فقرا كبيرا جدا في عامة التخصصات سواء في ذلك علوم الآلة كأصول الفقه وعلوم العربية ورسول التفسير والمنطق وعلوم الحديث أو كذلك في العلوم التي يسمونها المقاصد كعلم التفسير والعقيدة والفقه كذلك يرى فقرا أكثر منه في العلوم الإنسانية يرى فقرا كبيرا جدا في مجال علم النفس وعلم الاجتماعي وتاريخ الفلسفة والأفكار ونحو ذلك من العلوم من الخطأ هنا أن نرجع أسباب الإخفاق إلى عامل واحد وهو الطالب ولكن هذه الفاتورة يتحملها كل أفراد المنظمة التعليمية فيتحملها جزء من الإدارة ومن المعلمين ومن الطلاب يتحملها كذلك جزء من الدائمين الذين يدعمون مشاريع دون تخطيط أو بصيرة ومن الخطأ أن نرجع هذا الإخفاق إلى عامل واحد لكني هنا معلي أن أتحدث عن أحد أخص أسباب هذا الإخفاق لماذا يقل النبوذ ولماذا يقل التفوق في ساحة طلاب العلم ولماذا يندر النابعون النابعون في مختلف التخصصات لذلك عوامل كثيرة أخص منها ما يختص الطالب نفسه من أخص هذه الأمور هو أن كثيرا من الطلاب أهمل تراث الأئمة المحققين وأقبل في عمره وصرف جهده ووقته وكل ما لديه من قوة حول مجموعة متون أو كتب مختصرات أو أبحاث معاصرة تقوطع حولها واعتنى بها وحفظ ما فيها لكنه أهمل تراث الأئمة المحققين الأئمة المحققون الذين أقصدهم هم الذين يصورون المسائل تصويرا دقيقة ويحسنون عرض مسألتهم ثم يجمعون الأقوال ويجمعون أدلتها والوصول التي بنيت عليها ويعرفون الحجج ويعرفون رتب أهل العلم ثم يدرسون ذلك دراسة نقدية ترجع إلى حجية الدليل وإلى ثقوته وإلى معناه ثم بعد ذلك يخلصون إلى نتيجة يحسنون عرضها وتقريرها والاستدلال لها ثم يناقشون ما يشكل عليها من المقالات ثم يبينون ما يخالفه من المقالات ويردونه ردا علميا ما جاءنا عن تراث الأئمة المحققين يمكن أن نقسمه إلى قسمين مقالات ونتائج هذا هو القسم الأول أن الإمام مالكا رحمه الله أفتى بكذا أو أن الإمام الشافعي اختار الاختيار الفلاني في مسألة فقهية أو أن الإمام البخارية صحح حديثا معينة أو أن الإمام ابن معين ضع فراويا من الرواه أو أن الإمام الضرقطني رحمه الله أعل رواية معينة هذه هي المقالة الأمر الثاني هو منهجية النقاد الأئمة المحققون هؤلاء الأئمة ما هي المسائل التي قرروها وكيف صوروها وكيف جمعوا الأقوال وكيف نظروا فيها وكيف اختبروها وفحصوها ثم كيف وصلوا إلى النتائج وكيف قرروها وكيف أجابوا على ما يشكل عليها وكيف ناقشوا ما يعارضها من الأقوال إذن طالب العلم الذي يريد أن يكون نابغا وأن يستثمر تراث الأئمة المحققين لا ينبغي أن يعتني بسؤال ماذا بقدر ما يعتني بسؤال لماذا وكيفا الذي يدخل تراث الأئمة المحققين ولا يخرج منه إلا بمجرد مقالات أن مالك أفتى بكذا أو أن الشافعي يختار كذا أو أن أحمد استدل بحديث كذا أو أن ابن معين أعلى الرواية الفلانية هؤلاء تماما كمن دخل بحرا طويلا عريضا به من الكنوز والجواهر ولم يخرج منه إلا بقطرات من الماء أو بمثال بسيط جدا إنسان عنده آيفون سيبن مثلا لا يستعمله إلا في إرسال الرسائل هذه صورة واضحة جدا فتراث الأئمة المحققين هو أعلى ما يمكن أن تنتفع به في تكوينك العلمي من أمثلة الأئمة المحققين الإمام أبو حنيفة رحمه الله وصاحباه أبو يوسف ومحمد بن حسن الشيباني وكذلك الإمام مالك والإمام الشافعي وأحمد والبخاري والمسلم والطارقطني والبيهقي والجويني والسكي وابن تيمية وابن القيم وابن كثير والذهبي والشاطبي وأبو هشام الأنصاري وابن الصلاح وغير هؤلاء كثير هؤلاء الذين اعتروا بضبط المسائل وتحريرها وحسن تصويرها وجمع الأقوال فيها ونقدها من حيث الدليل والثبوت والدلالة هؤلاء هم الذين يمكن أن تغنم من تراثهم ويمكن أن تنتفع بهم كيف أدخل إلى تراث الأئمة المحققين قبل أن تدخل في دراسة تراث إمام معين ينبغي أن يكون عندك مقدمات في هذا العلم ينبغي أن تعرف أبواب العلم وأن تعرف فروعه وأن تعرف المسائل المهمة في هذا العلم وأن يكون لديك قاعدة عريضة من قراءة الكتب الميسرة التي تعد مدخلا لهذا العلم ثم بعد ذلك تدخل إلى تراث الأئمة بخطة وبرنامج فمثلا أنت تريد أن تقرأ تراث الإمام ابن تيمية رحمه الله لكنك ستبدأ بكتب الاعتقاد عند ابن تيمية فينبغي أن تكون قد درست هذه المسائل وأن تكون عرفت أخص المسائل والأبواب والفروع لأن هذا هو الذي سيساعدك عند الاستقرار أن تعرف أن هذه فائدة ينبغي أن تلتقطها أو أن هذه مسألة مهمة ينبغي أن تعتني بها وبما أقيل فيها إذن الخطوة الأولى أن أحدد العالم الذي أريد أن أقرأ له وأن أنتقي الشخصيات المؤثرة من حيث البناء العلمي والبناء لاستدلالي ثم أعرف الباب الذي أريد أن أستقرأ فيه هل سأستقرأ في علوم الحديث أم علوم القرآن أم الأصول أم الفقه أم العلوم الإنسانية أم الفلسفة أو غير ذلك من المجالات الخطوة التي بعد ذلك أن أحدد عنوين رئيسية سأذكرها لكم إن شاء الله عند الحديث عن تفسير الإمام ابن جاريب الطبري رحمه الله أن أحدد نقاطا رئيسة هي التي أجمع الفوائد تحتها أخص ما أريد أن أنبه عليه هنا هو خطوات دراسة المسألة الإمام الذي أريد أن أستقرأ كتبه لا بد أنه يبحث عن قضية معينة هذه القضية وصل فيها إلى نتيجة فأنا أريد أن أعرف هذه الأمور ما هي القضية التي يبحثها ثانيا ما هي النتيجة التي يريد أن يصل إليها ثالثا كيف جمع الأدلة فيها رابعا كيف فهم هذه الأدلة خامسا كيف انتقد الأدلة النقد هنا ليس المقصود منه الرد وإنما النقد في لسان العرب معناه التمييز والفحص والاختبار الرجل الذي يعمل في الجواهر يسمونه ناقدا لأنه يميز الجواهر المزيفة من الجواهر الصحيحة إذن النقد ليس معناه الرد وإنما النقد معناه التمييز والفحص فأريد أن أعرف كيف فحص هذا العالم هذه الأدلة كيف فهمها ثم بعد ذلك أعرف قول هذا العالم كيف قرره وعرضه واستدل له وكيف أجاب عما يشكل عليه من الأقوال وكيف ناقش ما يخالفه من الأقوال أول ما يعنينا هنا هو معرفة صورة المسألة عندنا هنا مجموعة من المهارات يمكن أن نبدأ بالحديث عنها وهي مهارة القراءة والفهم والاستيعاب والتتكفر والتحليل والنظر والاستدلال والعرض والتقرير والنقد والتمييز والحوار والمناقشة هذه المهارات تشفه بالضبط عناصر اللياقة البدنية عند اللاعب الرياضي اللاعب الرياضي عنده مجموعة من العناصر إذا لم يكن مكونا بها يكون عاجزا عن أداء كثير من المهارات كذلك عندنا لياقة لطالب العلم عناصر هذه اللياقة أن يحسن القراءة وأن يحسن الفهمة والتذكر والحفظ يحسن كذلك الاستيعاب ويحسن كذلك العرضة والتقرير بعض الطلاب مثلا يفهم لكنه لا يحسن التعبير عما يفهم وبعض الطلاب يستطيع التعبير لكنه لا يحسن الاستدلال وبعض الطلاب يحسن الاستدلال لكنه لا يستطيع أن يجيب على الشبهات أو أن يرد الأقوال الله سبحانه وتعالى وصف الوحي وصفا جامعا يبين هذه المقاصد فقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان إذن الباحث الحق هو الذي يستطيع أن يصل إلى الحق ويستطيع أن يستدل له ويستطيع أن يدافع عنه هذه مختصر مكونات الباحث عنده الآلية لبحث المسائل والوصول إلى الحق فيها وعنده حسن عرض لما وصل إليه من النتائج ويستطيع أن يستدل له بالحجج العقلية وكذلك الحجج التي من الوحي وأنا لا أريد أن أفصل بين الحجج العقلية والحجج في الوحي فإن الوحي جاء بأفضل وأصح الحجج العقلية قال تعالى وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِهْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا كذلك يستطيع أن يرد على الشبهات المثارة على هذا القول وأن يرد المقالات الخطئة فإن العلم بالخطئ هو طريق للعلم بالصواب وكثير من طلاب العلم لا يعتني بالمقالات ولا يعتني بالفرق فتبقى معرفته بالحق معرفة ناقصة وكان حذيفة رضي الله عنه يقول كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أنا أسأله عن الشر مخافة أن يدركني وقال عمر رضي الله عنه إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية إذن علمك بالباطل وبأصوله وبما بني عليه وبشبهاته وبردها من أحسن ما يخبرك عن الحق ويثبت عندك العلم بالحق إذن أنت تحتاج هذه الآية هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان كثير من الطلاب عنده نقص بالغ جدا في مهارات البحث العلمي وهذا له أسباب كثيرة ربما نتحدث عنها في وقت لاحق المهم أن هذه المهارات ينبغي أن تقرأها في تراث الأئمة المحققين نبدأ هنا بالحديث عن خطوات البحث العلمي الخطوة الأولى تصور المسألة تصور المسألة معناه تحرير محل البحث ما هي الصورة التي يبحثها هذا العالم الصورة التي يبحثها يعني الصورة الدقيقة التي ذكرها وسيجمع الأقوال عليها ويذكر أذلتها ثم يذكر حكمها عنده قد يكون الحكم الباحث في نهاية الأمر ظنيا لكن الذي لا ينبغي أن يكون ظنيا هو حسن التصور فينبغي عند الباحث أن يتحلى بالحلم والأناء الحلم هو الدقة في تصور المسألة والأنات في إصدار الحكم المناسب لها عندنا مثلا مسألة لها أكثر من صورة مثل مسألة تارك الصلاة تارك الصلاة يمكن أن يتركها كسلا ويمكن أن يتركها جحودا وإنكارا وكلاهما يسمى تاركا للصلاة لكن هذه المسألة لها أكثر من صورة فالذي تختلط عليه الصور ربما يأتي بأدلة غير مناسبة لصورة محل البحث وربما تختلط عليه الصور فإذن ينبغي عليك أولا أن تحدد الصورة بدقة نذكر في ذلك حديثا عظيما للنبي صلى الله عليه وسلم يبين هذا المعنى حاطب بن أبي بلتعت رضي الله عنه لما نقل أخبار المسلمين إلى الكفار أراد عمر رضي الله عنه أن يقتله فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يبين لعمر ولكل الصحابة أن هذه المسألة لها أكثر من صورة وهي نقل أخبار المسلمين للعدو فسأل حاطبا سؤالا رئيسا سيحدد كل ما يأتي ما حملك على هذا إذن الذي حمل حاطبا على هذا سيغير المسألة فبين له حاطب رضي الله عنه أن الذي حمله على ذلك ليس الرغبة عن الإسلام وإنما هو كان يريد أن يكون له يد عند الكفار إلى آخر الحديث فأنت ينبغي إذا دخلت على مسألة معينة أن تحرر صورتها التفريق بين الصور المتشابهة تحت المسألة الواحدة هو خاصة الباحث الناجح كذلك تحتاج أن تعرف دلالات الألفاظ إذا كنت ستدرس مسألة فيها لفظ المزابنة أو المحاقلة أو المزارعة أو بيع العراية ينبغي أن تفهم ما دلالة هذا اللفظ كذلك ينبغي أن تعرف مثلا البيع بالتقصيد ما صورته المضاربة في القرصة ما صورتها كذلك الألفاظ المحدثة المدنية الليبرالية الماركسية القديانية الشيوعية قبل أن تحكم على مقالة أو فرقة أو مذهب ينبغي أن تفهم دلالة هذا المصطلح ربما مصطلح مثل مصطلح الدولة المدنية هو مصطلح واحد لكن له أكثر من دلالة فهو عند قوم يعني الدولة المتحضرة وعند دولة يعني أو عند مجموعة من الأفكار يعنون به الدولة غير العسكرية فالدولة التي يحكمها رجل ليس عسكريا يسمونها مدنية وربما قصد به وهذا هو المشهور عنهم الدولة التي ليس لها مرجعية مقدسة ينبغي أن تحكم بها وإنما يحكمها الشعب أو أطر أخرى قد تكون علمانية أو شيوعية أو ماركسية أو غير ذلك إذن مصطلح واحد اختلف الدلالات وبالتالي سيختلف الحكم بناء على ذلك أيضا تحتاج هنا حتى المصطلحات المشهورة مصطلح التوحيد ومصطلح العبد مصطلحان اشتهر لهم معنى التوحيد إفراد الله بالعبادة والعدل معروف أن الله عادل ويحكم بالقصد ولا يظلم مثقال ذرة لكن المعتزلة يعنون بهذا المصطلح دلالة مختلفة تماما فالتوحيد عندهم معناه أن الله سبحانه وتعالى ليس له صفات أو أفعال فالتوحيد هو إنكار الصفات والأفعال والعدل معناه أن الله لم يخلق أفعال العباد فصار المصطلح الواحد حتى المصطلح الشرعي له دلالات مختلفة فالباحث الذي لا يتنبه لهذه الدقائق يخسر كثيرا وسيجد أنه جمع أقوالا وأدلة غير بناسبة تماما لمحل البحث فهذا هو الأمر الأول المهم في تصور المسألة أمر آخر في تصور المسألة أن تعرف رتبة المسألة في الشريعة فلا تستعظم الأمر الهيين ولا تستهين بالأمر العظيم إنسان المسأل يأتي إلى مسألة يسيرة جدا مثل تحريك الإصفع في التشهد فيقضي في بحث هذه المسألة سنوات أو شهور هي مسألة أصلا يسيرة والخلاف فيها سائر وليست مسألة كبيرة من أصول الدين وفي المقابل يستهين بعض الناس بمسائل عظيمة كحفظ القرآن وكعدالة الصحابة ونحو ذلك من الأمور إذن هنا ينبغي أن لا تستهين بما عظمته الشريعة وأن لا تعظم ما سهلت الشريعة أمره أيضا في الحديث عن تصور البسألة ينبغي أن تعرف هل هي من مسائل الإجماع أم من مسائل الخلاف وهل ثبت الإجماع فيها أم لا وإن كانت مسألة خلافية فما نوع الخلاف فيها هل هو اختلاف تنوع الاختلاف التنوع أن يكون جهة الحكم مختلفة الإمام أحمد مثلا لما يحكم على راوي مثل معمر بن راشد فيقول هو ثقة في الزهري يعني إذا روا حديثا عن الزهري فهو ثقة ثم يقول هو ضعيف عن أيوب السختياني هذا في الواقع ليس خلافا لأن جهة الحكم مختلفة فهو ثقة في روايته عن الزهري وضعيف في روايته عن أيوب السختياني أو أن عالما وثق راويا وضعفه في حديث بعينه فهذا كله اسم اختلاف تنوع الإمام الشافعي مثلا لا يحكم بكفر تارك الصلاة كسلا لكنه يحكم بكفر تارك الصلاة جهودا إذن هذا ليس خلافا هذا في الأصل ليس خلافا أيضا من أنواع الخلاف اختلاف التضاد وهو الذي لا يمكن فيه الجمع بين الأقوال وأن تكون جهة الحكم واحدة هذا يقول حلال وهذا يقول حرام أيضا من أنواع الخلاف الخلاف اللفظي الخلاف اللفظي أن يكون معنى الحكم واحدا لكن اللفظ مختلف يأتي عالم مثلا فيقول تارك الصلاة مرتكب للكبيرة وآخر يقول تارك الصلاة فاسق وليس بكافر هذا الخلاف اللفظي لأن كلاهما اتفق على أنه ليس بكافر خارج من الملة بعض النقاط قدر قدني يعبر عن راوي بأنه ثقة ويعبر عنه البخاري بأنه ثبت فهذا خلاف لفظي فكل هذه الأمور تعينك على حسن تصور المسألة الأمر الثاني وهو جمع الأقوال بعدما تصورت أنا هذه المسألة وتصورت ما هو الذي اختلف فيه العلماء أو ما هي المسألة التي أبحثها أحتاج أن أجمع أقوال العلماء فيها هنا ينبغي أن أعرف من هم العلماء المعتبرون الذين ينبغي أن أجمع أقوالهم ثانيا هل ثبتت هذه الأقوال عنهم وهنا أحتاج أن أرجع إلى المصادر الرئيسة التي كتبوها هم وليست التي نقلت عنهم كذلك أحتاج التثبت من صحة الأقوال وأحتاج كذلك أن أجمع أقوال العالم فربما كان للعالم الواحد أكثر من قول في المسألة ربما فصل في مكان معين وفي مكان آخر أجمل ولم يفصل الأمر الذي بعد ذلك أن الجماعة الواحدة أو المذهب الواحد قد يقع بينهم اختلاف فمثلا الرافضة تجمعهم صفة رئيسة وهي رفض خلافة أبي بكر وعمر وعثمان لكنهم بعد ذلك في أمور القدر والإيمان والصفات والإمامة وغيرها يختلفون اختلافات كبيرة جدا فإن بغي أن أعرف ما الذي يجمعهم وما الذي يفرقهم حتى لا تظلم هؤلاء أصحاب المقالات فتنسب لجميعهم ما لم يقله إلا أفراد منهم إذن في الأقوال أحتاج الجمع وأحتاج الشمولية ثم أحتاج إلى التثبت ثم أحتاج إلى فهم القول فربما أنت تخطئ في فهم القول فلذلك تستعين بمن هم خبرة في هذا المجال وهم أتباع كل فرقة أو أتباع كل مذهب الفقرة التي بعد ذلك هي معرفة الأقوال من حيث أمور معينة الأمر الأول معرفة القول بدقة ثانيا ما هي الأدلة التي اعتمد عليها القول ثالثا ما وجه الاستدلال منها رابعا ما هو الأصل الذي بني عليه القول في فرق بين الدليل وبين الأصل الذي بني عليه القول عندنا مثلا المرجئة له مقالة في الإيمان وهي أن العمل لا يدخل في الإيمان هذه مقالة احتجوا بأذلة كثيرة إما من العقل وإما من الوحي أخطأ في فهمها لكن عندهم أصل محرك لهذا القول وهو ظلهم أن الإيمان كل لا يتجزأ إما أن يوجد كل أو يذهب كل هذا الأصل هو الذي كان المحرك لهم في هذه العقيدة فأنت مهما رددت على الأقوال ومهما بيّنت خطأها ومهما رددت على الأدلة إذا لم تنقض هذا الأصل وتبين خطأه فأنت لم تصنع شيئا لأن هذا الأصل هو الذي وصلوا به إلى تلك النتيجة مثال آخر المعطلة مثلا الذين أنكروا الصفات لما أنكروا صفات الله تبارك وتعالى عندهم أصل مهم جدا وهو أن الاتفاق في الصفة يستلزم الاتفاق في الموصوف أو في الكيفية فهم بذلك أنكروا صفات الله خوفا من أن يقعوا في التشبيه فإن بغي أيضا أن تعرف الأصل الذي بني عليه القول إذن عندنا أمور في المقالات الأمر الأول أن أحرر المقالة بدقة وأن أعرف أدلتها وأن أعرف كذلك الوجه الاستدلال منها وأن أعرف كذلك الأصل الذي بنت عليه ثم ندخل في الدراسة النقدية الدراسة النقدية للمقالة ما معنى الدراسة النقدية للمقالة؟ أن أدخل على هذه المقالة فأعرف دليلها هل هذا الدليل حجة؟ يعني لو أن شخصا احتج بقول لصحابي أو قول لتابعي أو احتج بمنام أو رؤية أو ذوق أو وجد نقول له هذا لا يحتج به في الإسلام ربما يحتج بدليل لكنه ليس بثابت يعني يحتج بدليل وهذا الدليل ليس ثابتا يحتج بحديث ضعيف وربما احتج بدليل صحيح لكنه لم يحسن فهمه فلابد في الدليل الذي يحتج به من ثلاثة صفات الأولى أن يكون حجة في نفسه يعني يصحه أن يحتج بجنسه بأصله إما القرآن أو السنة أو الإجماع أو غير ذلك من الأدلة المعتبرة والأمر الثاني الثبوت أن يكون ثابتا أن يكون حديثا صحيحا أو آية أو إجماعا ثابتا والأمر الذي بعد ذلك صحة وجه الاستدلال أن يكون هناك علاقة صحيحة واضحة بين النتيجة وبين الدليل ندخل بعد ذلك إلى نتيجة البحث الذي وصل إلى نتيجة البحث يحتاج أن يحسن عرضها وأن يحسن الاستدلال لها أنت وصلت إلى حكم معين في أي باب من الأبواب فأنت تحتاج إذن أن تذكر القولة وأن تذكر أدلته وأن تذكر وجه الاستدلال منه ثم ترد على ما يخالفه من الأقوال وما يشكل عليه من المقالات بهذه الصورة يكتمل البحث العلمي أريد الآن أن أذكر دراسة تطبيقية على أحد الأئمة المحققين الكبار وهو الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله هذا الإمام العالم له كتاب هو أنفس كتب التفسير على الإطلاق وهو الكتاب الذي جمع فيه الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين وعن المعتبرين من أهل التفسير أنا حينما أدخل على استقراء تفسير الإمام ابن جرير الطبري كيف يمكن أن أستثمر هذا الكتاب العظيم؟ هذا سؤال مهم جدا وهو محوري في هذه المحاضرة عندي مجموعة أمور مهمة جدا الأمر الأول أن يكون عندي أرضية قوية في الباب الذي أختار الاستقراء فيه أنا مثلا أريد أن أقرأ في علم التفسير ينبغي أن أكون قد قرأت كتبا في قواعد التفسير وفي علوم القرآن وفي القراءات وفي مناهج التفسير وفي المفسرين المعتبرين كل هذه الأرضية هي التي ستساعدني على فهم الكلام وعلى تصنيف هذه الفوائد وعلى استثمارها أحتاج كذلك إذا أردت الاستقراء أن أنتقي الشخصيات التي تستحق الاستقراء العلماء ليسوا على درجة واحدة ربما يحبس الإنسان نفسه على عالم معين وهو أصلا لا يستحق أن تستقرأ له ولا أن تحبس نفسك عليه فإن بغي أن تعرف من هم المحققون في المجال الذي تريد أن تستقرأ فيه تراث الأئمة الأمر الذي بعد ذلك انتقاء الكتب التي تحتاج إلى الاستقراء هناك كتب مختصرة يعني أنت إذا مثلا دخلت إلى كتاب تيسيرك العزيز الرحمن مثلا للشيخ السعدي هذا الكتاب يذكر أقواله في التفسير ولا يذكر الأقوال كلها ولا يذكر أدلتها ولا يناقش فبالتالي هذا الكتاب لا يصلح لهذا المنهج لأنه يذكر مجرد نتائج فإذا أنت ينبغي أن تحسن اختيار الكتاب الذي يستحق الاستقراء الأمر الذي بعد ذلك حسن القراءة حسن القراءة أساسها أن أقسم الكتاب إلى فقرات وأن أحاول تصنيف هذه الفقرة هناك فقرة يعرض فيها العالم المسألة وهناك فقرة يذكر فيها الأقوال وفقرة يذكر فيها أدلة كل قول وفقرة ينتقد فيها الأقوال ويختبرها ويميزها وفقرة يذكر فيها نتيجته وفقرة أخرى يذكر فيها قاعدة وفقرة أخرى يذكر فيها فائدة فلا بد أن أصنف هذه الفقرات كما سيأتي معنا إن شاء الله ندخل بعد ذلك إلى التقاط الفائدة والقاعدة والمسألة لا تفرط في أي فائدة ولكن قدرها بقدرها بعض الناس مثلا تمر به فوائد كثيرة جدا لكنه يغفل عنها إما لكونه لا يعلم أنها فائدة أو لكونه دخل يستقرق الكتاب بنية بعض الفوائد أنت مثلا إذا قرأت في تفسير الطبري فوجدت الطبري رحمه الله يذكر جريرا ويستشفد به من جملة الشعراء هذه ربما لا تلفت انتباه بعض الباحثين لكن الباحث المدقق سيحسن استثمار هذه في الشعراء المحتج بهم فسيعرف أن الطبري مع جلالته وانتقائه يحتج بجرير في الشعر أو يحتج مثلا بالفرزدق أو غيره من المتأخرين فهذه سيستثمرها في باب الاحتجاج بالشعر في النص العربي وهكذا بعد ذلك التصنيف لا بد هنا أن أفرق بين القاعدة والفائدة والمسألة والنتيجة لما يأتي مثلا الإمام الطبري رحمه الله فيقول إننا لا نقول بالنسخ إلا في الدليلين الذين لا يمكن الجمع بينهما هذه قاعدة يقول أنا لا أتسرع في الحكم بالنسخ بين دليل وآخر إلا إذا تعذر الجمع بينهما هذه قاعدة فهذه القاعدة عندي ينتظم تحتها مئات الجزئيات فلا بد أن أفرق بين المسألة وبين القاعدة وبين الفائدة القاعدة هي المعنى العام الكلي الذي ينترج تحته جزئيات أما الفائدة فهي أمر خاص الفائدة كأن تعرف أن الإمام الطبري يحتج مثلا بعنطاء في الشعب أو يحتج بالحارث ابن عباد في الشعب أو المهلل أو يحتج على الأسلوب القرآني بالشعب أو يحتج على لفظة معينة بمقالة لصحابي أو نحو ذلك هذه فائدة أما القاعدة فهي أشمل من ذلك ألدم أحتاج هنا حسن التوظيف أنا قرأت فائدة معينة أي باب من أبواب العلم أليق بهذه الفائدة مثلا الإمام الطبري رحمه الله حينما يرد على المقالة قبل أن يرد عليها يحسن عرضها ويذكر أدلتها وحجتها كاملة ثم يبدأ في الرد عليها هذا المعنى كيف أوظفه أوظفه في منهج الاستدلال لو أن الإمام الطبري تكلم عن الإسرائيليات كيف يمكن أن أوظفها في مصادر التفسير في علوم القرآن لو أن الإمام الطبري رحمه الله ذكر نوعا من أنواع الخلاف أنهم يختلفون في عود الضمير في الآية كيف أوظفها في باب الخلاف وفي أنواع الخلاف وأقسامه وهكذا إذن أنت تحتاج أن تعرف أن هذه فائدة وتحتاج أن تفهمها وتحتاج أن تحسن توظيفها إذا لم تحسن توظيف هذه المعلومة ضاعت هذه المعلومة وضاعت هذه الفائدة عندنا بعد ذلك جمع النظير لو أنك مثلا وجدت الإمام الطبري رحمه الله يستدل كثيرا في القرآن المكي أو في القصص بروايات عن بني إسرائيل مثلا في قصة البقرة وفي قصة داود وسليمان وفي قصة أي قصة من قصص القرآن أو مريم أو قصة بني إسرائيل أي قصة فأنت إذا كان عندك هذه المعلومة ينبغي أن تجمع نظائرها فتخرج بمادة دسمة في هذا الباب ثم من مجموع هذا يمكن أن تصوغ فائدة عامة وهي أن الإمام الطبري يرى أن من أجل مصادر التفسير ما جاء عن بني إسرائيل ما لم يعارض الوحي كيف وصلت إلى هذه النتيجة من مجموع هذه النظائر لو أنك اعتمدت على مصدر واحد لا يمكن أن تخرج بهذه النتيجة الكلية أو الأغلبية الأمر الذي بعد ذلك الترتيب ينبغي أن ترتب هذه الفوائد وينبغي أن تصنفها فهذه ورقة عندي وأنا أقرأ خاصة بالشعراء الذين احتج به وورقة أخرى خاصة بالفرق الذين رد عليهم وورقة أخرى خاصة بالفقهاء الذين ذكر أقوالهم وورقة أخرى خاصة بقواعد التفسير وورقة أخرى خاصة بأنواع الاختلاف في التفسير وهكذا لابد أن يكون عندي ورقات كل هذه الورقات أجمع المسألة تحت بابها حتى أخرج بكل الفوائد من الكتاب الأمر الذي بعد ذلك حسن الاستثمار كيف أستثمر المعلومة؟ أستثمر المعلومة إما في تصنيف أو في شرح أو تدريس لو أنك مثلا ستدرس كتابا في علوم القرآن بدلا من أن تذكر نفس الأمثلة التي يذكرها من كتب في هذا العلم ستجد عندك رصيدا عظيما من الأمثلة بعض الناس مثلا يدخل في أصول الفقهة أو في علوم الحديث يمثل بأمثلة قليلة معروفة مالك عن نافع عن ابن عمر لا يعرف إلا هذا الإسناد أو يذكر مثلا قياس الحشيش على الخمر بجامع الإسكار أمثلة معروفة جدا لا بد أن تجدد هذه الأمثلة وأن تنوعها ما هو المصدر الذي يعطيك هذا الرصيد؟ هو حسن استثمار تراث الأئمة المحققين بدلا من أن يكون عندك نموذج واحد يكون عندك عشرات النماذج وعشرات الأمثلة مما يعين على التقاط الفائدة للأئمة الكبار هو قراءة الأبحاث المحققة في هذا العلم أنا مثلا أريد أن أقرأ تفسير الطبري أو أريد أن أقرأ مقدمة ابن الصلاح أو أريد أن أقرأ كتاب الرسالة للإمام الشافعي مثلا نعينني على فهم هذا الكتاب وعلى التقاط فوائده أن أقرأ الأبحاث المحررة المحققة الخاصة بهذا الباب لأنها ستنبهني أن هذه مسألة وأن هذه فائدة وأن هذه قاعدة وأن هذا القرن ينبغي أن أعتني به وأن أبحث له عن شواهد وهكذا هنا عندنا كدراسة تطبيقية على تفسير الطبري مثال ما هي العناصر التي أضعها في دفتري أو في قراستي وأنا أقرأ يعني اعتبر الناس أقرأوا تفسير الطبري باعتبار أن هذا هو موضوع المحاضرة عندي أوراق سألتقط الفوائد وأضعها فيها أول ورقة في استقراء تفسير الطبري ما هي؟ قواعد في التفسير هذه ورقة مهمة جدا وأنا أقرأ ينبغي أن ألتقط الفائدة المناسبة لها الأمر الثاني منهج الطبري في عرض الأقوال كيف أعرضها؟ لأن دمام الطبري لا يذكر قوله إلا بعد أن يستوعب الأقوال السابقة في الآية سواء من أقوال الصحابة ثم من بعدهم أو المحققين من المفسرين كمجاهد مثلا وسعيد ابن جبير وعكرمة وقتادة وابن جريج وغير هؤلاء كيف يعرض الأقوال هذا منحا آخر؟ بعد ذلك منهجه في عرض الخلاف كيف يعرض الخلاف؟ يصور أولا يكتب الآية كاملة ثم يذكر موضع الاتفاق وموضع الاختلاف فيذكر مثلا أن العلماء اتفقوا على هذا المعنى لكنهم اختلفوا في جزء من جزئياته فهو يحرر أولا محل الإجماع ثم يحرر محل الخلاف طبعا أختصر جدا لأن وقت المحاضرة قصير وإلا فلكل عنصر من هذه العناصر أمثلة كثيرة جدا من خلال التفسير وإن شاء الله سأرسل لكم هذا الملف كاملا في نهاية المحاضرة إن شاء الله عندنا بعد ذلك معرفة أسباب الخلاف في التفسير هذا عنصر مهم لماذا يختلفون؟ سؤال لماذا هذا هو الذي يعيننا على إدارة الخلاف؟ ما أسباب الاختلاف؟ ربما أسباب الاختلاف ترجع إلى أن بعضهم يستدل بشيء والآخر لا يستدل به أو ربما يرجع الاختلاف إلى أمر لغوي أمر يخص الإعراب وربما يرجع الاختلاف إلى أمر آخر فلابد أن أعرف أسباب الاختلاف أمر آخر وهو أنواع الخلاف في التفسير هناك اختلاف تنوع واختلاف تضار واختلاف اللفظي هناك اختلاف في سبب النزول هناك اختلاف في إعراب الآية هناك اختلاف في النازخ والمنسوخ من الآية هناك اختلاف في عود الضمير في الآية هناك اختلاف في الحكم المستنبط من الآية كل هذا لمدة أصنفه وأن أجمع الأنفلة والنماذج تحته عندي كذلك مركفه من الإسرائيليات أنا إذا لم أكن قرأت هذا المبحث في كتب علوم القرآن ربما يمر بي مئات الأنفلة ولا أتنبه له لأن حكم الإسرائيليات كمصدر من مصادر التفسير هي مسألة خلاف كبيرة فأنا إذا تفطنت إلى أن هذه مسألة فإني سأعتني بجمع هذه النظائر وهذه الأنفلة أيضا موقفه من القراءات الإمام الطبري اشتهر عند كثير من طلاب القرآن لا أقول طلاب العلم أنه يرد القراءات وهذا كلام سطحي كلام من لم يقرأ حتى تفسير الفاتحة الإمام الطبري رحمه الله له منهج خاص نقدي في القراءات بغنب المبرس